بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي كل صنوات طيبين هنبتدي في دروس شهر مارس عندنا شهر مارس عندنا تحليل المقدار السلاسي بأنواعه السلاسة وتحليل فرق بين مربعين ده منهج شهر مارس في الجبر إن شاء الله النهاردة هناخد أول درس معنا اللي هو تحليل المقدار السلاسي هناخد الحالة الأولى والحالة التانية معكم الأستاذ خالص سيد معلم كبير رياضيات في الأقصر الأول نشوف أهداف الدرس بتاعنا إن شاء الله عاوزين الطالب يعرف مفهوم التحليل ويسترجع معلوماته عن كيفية التحليل بإخراج العامل المشترك اللي خد نفسه نقول عدادي ويحلل للطالب المقدار السلاسي على صورة ألف سين تربيع زائد به سين زائد جيم حيث ألف بتساوي موجب أو سالب واحد ويحلل للطالب المقدار السلاسي على صورة ألف سين تربيع زائد به سين زائد جيم حيث ألف لا تساوي موجب أو سالب واحد ده معناه إيه إن مرة السين تربيع مش هيكون جنبيها أرقام خالص ومرة السين تربيع هيكون جنبيها أرقام هنشوفه من خلال الدرس تعالوا نراجع تحليل العامل المشترك اللي خدناه في سنة أولى بالنسبة لتحليل العامل المشترك هناخد مثالين عشان نسترجع مع بعض العامل المشترك بيقول لي حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى والأكبر عاشرة سين زائد خمسداش فصال طبعاً انت خدتوا في سنة أولى العامل المشترك ممكن يبقى عدد ممكن يبقى رمز ممكن يكون عدد ورمز ممكن يكون قوس كامل هنا نلاحظ ان العشرة سين والخمسداشر سين العشرة والخمسداشر العدد العشرة والخمسداشر يجبع الجسم على خمسة فانا هاخد الخمسة عامل مشترك طبعاً السين والصاد ما فيش حاجة مشتركة بينهم يبقى العامل المشترك بتاعنا هيكون خمسة قادي المسألة بتاعتنا هناخد الخمسة عامل مشترك عشان أعرف اللي يفضل أكسم أكسم اه يعني هكسم عشرة على الخمسة لما اكسم عشرة على الخمسة عشرة على الخمسة فيها الثنين والسين تنزل وخمستاشر على الخمسة فيها الثلاثة والصد تنزل يعني هيكون اتنين سين زائد ثلاثة صاد جات من فين اتنين سين زائد ثلاثة صاد لجسمنا عشرة على الخمسة فيها الثلاثة والسين نزلت ملعبناش في الرموس وخمستاشر على الخمسة فيها الثلاثة والصد نزل نشوف مثال تاني اتناشر سين قس اتنين صاد ستلاتة ناقص تمنتاشر سين ستلاتة صاد هناخد العامل المشترك نلاحظ ان العدد ده اتناشر والعدد تمنتاشر يقبل الجسم على اثنين وثلاثة وستة بناخد العامل المشترك من الاعداد اكبر عدد ينفع الجسم فهناخد الستة عامل المشترك طب هنا فيه سين قس اثنين وهنا فيه سين قس تلاتة اخد السين قس اثنين ولا السين قس تلاتة عامل المشترك بناخد العامل المشترك من الرموز بأصغر أس يعني الإعداد بناخد أكبر عدد ينفع أما الرموز بناخد أصغر أس يعني هناخد سين أس اتنين ولا سين أس ثلاثة لا هناخد سين أس اتنين طب هنا صاد أس ثلاثة وهنا صاد هناخد الصاد يبقى العامل المشترك حيبتعنا حيبقى ستة سين أس اتنين العامل المشترك بتاعنا حيبقى ستة سين أس اتنين صاد طب وبعدين إزاي يكمل المسألة هذه المسألة بتاعتنا حكتب العامل المشترك بتاعنا اللي هو ستة سين قس 2 صاد وافتح قوس عشان أعرف اللي جوه القوس حكسم أكسم إيه؟ أكسم 12 على الستة اطلع فيها التنين سين قس 2 على سين قس 2 طلوش صاد قس 3 على الصاد أطرح القس بجاء صاد قس 2 الناجس نزلت 18 على الستة فيها التلاتة وسين قس 3 على سين قس 2 فيها السين والصاد مع الصاد ده التحليل اللي خدناه في سنة أولى عدادي اللي هو التحليل بإخراج العامل المشترك احنا هنكمل دلوقتي هناخد بقية أنواع التحليل اللي إن شاء الله السنة دي السنة تانية شهر مارس هناخد تحليل المقدار السلاسي ليه 3 أنواع وبعد كده فرق بين مربعين ده اللي تتمنح الشهر مارس احنا النهاردة هنشوف تحليل المقدار السلاسي الحالة الأولى والحالة التانية قبل ما نبتدي لازم نعمل تمهيد صغير كده عشان نفهم هو بيقول لي ايه عايزين عددين حاصل ضربهما ستة ومجموحهم خمسة عاوزين عددين حاصل ضربهما ستة ومجموحهم خمسة ايه العددين لو ضربناهم يبقوا ستة ويبقى مجموحهم خمسة ما ينفعش ستة في واحد لان ستة في واحد لو جمعناهم الستة والواحد يبقوا سبعة احنا عاوزين عددين نضربهم جو ستة ونجمعهم يبقوا خمسة تمام الناس بيقى تقول 3 أو 2 آه 3 أو 2 أو 2 أو 3 ما تفرجش حاجة لأن 2 في 3 بـ 6 وما اجمعهم يجوا 5 طب عاوزين عددين حاصل ضربوهم 6 والفرق بينهما 5 عددين لو ضربناهم يبقى 6 بجا ولو طرحناهم يبقوا 5 أيوة تمام كده هم من الـ 6 والواحد لأن المضرب 6 في 1 بـ 6 وطرحهم يبقوا 5 عددين حاصل ضربوهم 12 عددين لو ضربناهم يبقوا 12 ومجموحهم 7 عددين لو ضربناهم يبقوا 12 ولو جمعناهم يبقوا 7 ما ينفعش 2 في 6 هي 2 في 6 بـ 12 بس لو جمعناهم ما يبقواش 7 لو جمعناهم يبقوا 8 احنا عاوزين عددين نضربهم يبقوا 12 ونجمعهم يبقوا 7 تمام الثلاثة والأربعة عاوزين عددين حاصل ضربوهم 12 والفرق بينهما 4 بجا عددين لو ضربناهم يبقوا 12 ولو طرحناهم يبقوا أربعة هم من فعلا الستة والتنين لان ستة في اتنين باثناشر ولو طرحناهم يبقوا أربعة كلام سليم ايه معنى التحليل بقى ايه معنى التحليل معنى التحليل انا كان في سنة اولى يجيب لي القصين دول اللي هم سين زائد اتنين وسين زائد تلاتة ويقول لي اضربهم بمجرد النظر كنا بنضرب القصين دول بمجرد النظر لما كنا ناجي نضرب القصين دول بمجرد النظر بضرب الأول في الأول اللي هو سين في سين بسين وسنين واضرب التاني في التاني اتنين في ثلاثة بستة يعني بضرب سين في سين بسين قس اتنين واثنين في ثلاثة بستة طبعا موجب في موجب موجب وبعد كده كنا نضرب الوسطين اللي هما الاتنين والسين كنا نضربهم موجب اتنين في سين بموجب اتنين سين ونضرب الطرفين يدينا موجب ثلاثة سين ونجمعهم يدينا موجب خمسة سين ده اللي كان عندينا في سنة أولى دي التحليل بقى العكس بتاعه هو هيجيب لنا المقدار السلاسي ده واحنا نرجع القصين مضربين في بعض يعني تحليل المقدار السلاسي عكس الضرب مجرد من نظر اللي نخذناها السنة أولى يعني هو هيجيب لي المقدار السلاسي طبعا مقدار السلاسي يعني نكون من ثلاث حدود هيجيب لي المقدار السلاسي ده واحنا نحلله لقصين نرجعه قصين مضربين في بعض تحليل العدد يعني لو قلنا عاوزين العدد مثلا ستة. عايزين نحلله. عبارة عن واحد في ستة. ده تحليله. او اتنين في تلاتة. تحليل مقدار جابري. اللي هو مقدار السلاسي ده. يعني احول القصين مضربين في بعض. باي. نركز مع بعض كويس خالص. جبل ما نبدأ في تحليل المقدار السلاسي. لازم نراعي شوية حاجات. لو المقدار السلاسي بتاعنا مش مترتب. اول حاجة اعمل وارتبه. يعني لو المقدار مش مترتب ارتب الاول. وبعد كده. لو في اقواص. اني لجيت اقواص في المسألة. افك الاقواص. واختصر. وبعد كده لو لجيت عامل مشترك. اخذ العامل المشترك. يبقى نراعي شوية حاجات. اول حاجة ترتيب. طبعا يفضل تنازليا. من الكبير. من القص الكبير للقص الصغير. وحنشوف مع بعض في الامثلة. فك الاقواص والاختصار. اخراج العامل المشترك. طيب. تعال نبتدي نتوكل على الله كده ونشوف اول مسألة. بيقول لي سين تربيع زائد خمسة سين زائد ستة. ازاي حلل المقدار السلاسي ده? اول الحاجة انا بعملها بفتح قصين. وبمسك الحد الاول. طبعا شايفين المقدار السلاسي ده مترتب. مش محتاج ترتيب. وما فيش عامل مشترك. يعني هو مترتب. جايبهولي مترتب. وما فيش في عامل مشترك. خلاص. يبقى ابتدي احل العطول. لكن لو كان محتاج ترتيب ارتب الاول. كان في عامل مشترك. اخذ العامل مشترك الاول. احلله ازاي? اروح للحد الاول ده. سين قص اتنين. سين قص اتنين ده. حنفكه عبارة عن سين في سين. سين قص اتنين ده لما نفكه. نحلله. عبارة عن سين في سين. ولو كان جايبهولي سين قص اربعة. وانت هكتبه سين قص اتنين في سين قص اتنين. يعني لو جايبهولي سين قص اربعة. يبقى اكتبه سين قص اتنين في سين قص اتنين. لو سين قص ستة. اكتبه سين قص ثلاثة في سين قص ثلاثة هو سين قص اتنين سين في سين وبعد كده بروح للإشارة يستحسن هروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير موجب اللي ديني موجب يا إما موجب في موجب اللي ديني موجب يا إما موجب في موجب يا إما سالب في سالب طب أنا طبعا طبعا قاعدة الإشارات اللي ديني موجب يا إما موجب في موجب يا إما سالب في سالب طب أنا أكتبها موجب في موجب ولا سالب في سالب جالي بص لإشارة الحد الأوسط إشارة الحد الأوسط موجبة يبقى حنكتبها موجب في موجب لو كانت إشارة الحد الأوسط سلبة حكتبها سالب في سالب أنا حكتبها دلوقتي موجب في موجب ليه كتبناها موجب في موجب لأن إشارة الحد الأوسط موجبة أنا عايز أعاد خلي بالكم تاني أنا بروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير موجبة اللي دينا موجب يا إما موجب في موجب يا إما سالف في سالف ليه كتبناها موجب في موجب؟ لأن إشارة الحد الأوسط موجبة بعد كده أنا عايز عددين عاوزين عددين نضربهم يبقوا ستة عاوزين عددين خلي بالكم مع إشارة الموس بتاعي أنا عايز عددين أضربهم يبقوا ستة وأجمحهم يبقوا خمسة أنا عايز عددين من جدول الضرب زي اللي قلناه في التمهيد اللي قلناه عايز عدينا أضروبهم نجو ستة واجمعهم يبقوا خمسة إيه العددين اللي نضروبهم يبقوا ستة ونجمعهم يبقوا خمسة أيوة ممتازين اللي هما للتنين والتلاتة ما تفرجش فينا كتب التنين وفينا كتب تلاتة يعني لو كتبت تلاتة واتنين صح أو اتنين وثلاتة صح ليه؟ لأن الإشارتين دول موجبين طيب نشوف مثال تاني آدي لحظوا المثال ده زي المثال اللي فات بس الإشارة اللي في النص خلناها سلبة هفتح القصين برضي هروح للسين قصة اتنين هروح للسين قصة اتنين هكتبها سين في سين وبعد كده بروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير ايه؟ موجب يبقى حنكتبها قلنا يا إما موجب في موجب يا إما سالب في سالب طب أنا أكتبها ايه؟ جلي بص عشان أكتبها بص لإشارة الحد الأوسط إشارة الحد الأوسط سلبة يبقى لازم أنا أكتبها سالب في سالب تاني بروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير موجب يا إما أكتبها موجب في موجب يا إما أكتبها سالب في سالب ليه كتبناها سالب في سالب؟ لأن إشارة الحد الأوسط سلبة بعد كده أنا عايز عددين أضربهم يبقوا ستة وأجمعهم عشان دي زائد وأجمعهم يبقوا خمسة زي اللي فاتت اتنين وتلاتة وينفع برضي أنا أكتبها تلاتة واثنين لأن الإشارتين زي بعض ما تفركش فين أكتبتين لو كنت أكتبت تلاتة قلما الإشارتين موت شابهتين اللي حطيتهم في الأقواص الرقمين اللي بكتبهم ممكن أبدلهم يعني ممكن أخليها سين ناجس تلاتة وسين ناجس تلاتة صح برضي نشوف المثال التالت سين تربيع زائد خمسة سين ناجس ستة هنحلل السين قصة اتنين خلاص عرفتوها عبارة عن سين في سين بروح للإشارة بتاعة الحد الأخير إشارة الحد الأخير سلبة اللي يديني سالب موجب في سالب أو سالب في موجب أكتبها أي حاجة اللي يديني سالب يا إما أكتبها موجب في سالب إما أكتبها سالب في موجب سنشوف هكتبها أنا دلوقيت موجب في سالب هنكتبها موجب في سالب عايزين عددين من جدول الضرب بقا عاوزين أعدين من جده للضرب أضربهم يبقوا ستة أضربهم يبقوا ستة بس أطرحهم أنا عايز عددين أضربهم يبقوا ستة وأطرحهم يبقوا خمسة عدين نضربهم يبقوا ستة ونطرحهم يبقوا خمسة ممتازين الستة والواحد تمام العدين نضربهم يبقوا ستة وأطرحهم يبقوا خمسة اللي هما الستة والواحد فينا اكتب الستة وفينا اكتب الواحد طبعا تفرج هنا فيه اشارة موجب هناك فيه اشارة سي zmian مينفعش اكتب الستة في اي حتة والواحد في اي حت لا جلد دايما لما يكون عندك الاشارتين مختلفتين دول العدد الكبير اللي هو الستة هنا الكبير اللي هو الستة بياخد اشارة الحد الاوسط اشارة الحد الاوسط موجب ح Picq يبقى الستة تبقى مع الموجب الستة تبقى مع الموجب والواحد يبقى مع السالب تاني أنا عايز عديني نضربهم يجوا ستة واطرحهم يبقوا خمسة اللي هي الستة وواحد ستة في واحد بستة لو طرحناهم يبقوا خمسة ليه كتبنا الستة مع الموجب لإني دايما بيقول لي طالما الإشارتين مختلفتين نخلي بالنا الكبير العدل الكبير بياخد إشارة الحد الأوسط طيب نشوف مثال تاني سين تربيع ناجس خمسة سين ناجس ستة هذه هنفتح القصين سين تربيع عبارة عن خلاص عرفناها سين في سين بروح بعد كده لإشارة بروح للإشارة للإشارة بتاعة الحد الأخير إشارة الحد الأخير سلبة إشارة الحد الأخير سلبة اللي يديني سالب اللي يديني سالب قلنا عبارة عن موجب في سالب أو سالب في موجب طبعا نكتبها ايه؟ اي حاجة تنفع موجب في سالب أو سالب في موجب انا هكتبها موجب في سالب بعد كده انا عايز عددين اضربهم ويبقوا ستة واطرحهم يبقوا خمسة عايزين عددين نضربهم ويبقوا ستة ونترحهم يبقوا خمسة عددين نضربهم ويبقوا ستة ونترحهم ويبقوا خمسة الستة والواحد بس الكبيرة اللي هي الستة بقى تاخد إشارة الحد الأوسط الكبيرة اللي هي الستة تاخد إشارة الحد الأوسط يعني إشارة الحد الأوسط سلبة فتبقى الستة مع السالب الستة اللي وقيته مع السالب طيب هما لو الأربع أمثلة اللي فقدوا فيهمناهم يبقى الدرس بتاعه تحليل المقدار السلاسي الحالة الأولى اللي هو معامل السين تربيع يساوي موجب أو سالب واحد ما فيش عدد مع السين تربيع ده كده اتفهمناه حنشوفهم تاني الأربع أمثلة هما هما متجمعين مع بعض فورجة واحدة كده نعملهم بسرعة تاني عشان لو فيهمنا الأربع أمثل خلاص السين تربيع زائد خمسة سين زائد ستة قولنا هنفتع قصين السين تربيع دي هنكتبها سين في سين سين في سين طبعا ولي دينا موجب كتبناه موجب في موجب لأن إشارة الحد الأوسط موجب اللي دينا موجب يا إما موجب في موجب من مسألة في سالب ليه كتبناه موجب في موجب لأن إشارة الحد الأوسط موجبة عاوزين عددين نضربهم يوجو ستة ونجمعهم يبقوا خمسة أيوة تمام التنين والتلاتة وما تفرجش حاجة لو كتبناها تلاتة واثنين نشوف المثال التاني زي الأولاني بس اختلفت الإشارة السالب في النص يبقى هنحلل السين تربيع هكتبها سين في سين بس اللي دينا موجب بالمرة دي كتبناها سالب في سالب لأن إشارة الحد الأوسط سلبة وعايزين عددين نضربهم يوجو ستة ونجمعهم يبقوا خمسة اللي هما التنين والتلاتة وينفع نكتبها تلاتة واثنين ما تفرجش حاجة لأن إشارتين سلبين طالما الإشارتين زي بعض ممكن أبدل الرقمين الرابعة هنعمل السين تربيع طبعا سين في سين إشارة الحد الأخير سلبة يبقى موجب في سالب طالما إشارة الحد الأخير سلبة يبقى موجب في سالب عاوزين عددين نضربهم يوجو ستة ونطرحهم يبقوا خمسة عاوزين عددين نضربهم يوجو ستة ونطرحهم يبقوا خمسة اللي هي الستة والواحد والكبيرة اللي هي الستة تاخد إشارة الحد الأوسط إشارة الحد الأوسط موجب يبقى الستة مع الموجب والواحد مع السالب طيب المثال اللي بعد كده اي اي ادي القسين وسين في سين وموجب في سالب عشان اشارة الحد الاخير سالب يجب موجب في سالب عاوزين عادينا نضربهم بجو ستة ونطرحهم يبجو خمسة قولنا الستة والواحد بس الستة دلوقيت تبقى مع السالب لان اشارة الحد الاوسط سالب يعني طالما الاشارتين مختلفتين الكبير بياخد اشارة الحد الاوسط طالما الاشارتين مختلفتين الكبير بياخد اشارة الحد الاوسط طيب بيقول لي حل دي سين تربيع زائد تمانية زائد ستة سين زائد تمانية اللي يدينا سين تربيع خلاص حفظناها سين في سين وقلنا لو كانت سين أس اربعة حكتبها سين أس اتنين في سين أس اتنين ما ينفعش يجيبها لسين أس ثلاثة لو جابها لسين أس ثلاثة يبقى فيها عام المشترك سين أس اتنين حكتبها سين في سين بروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير موجبة هكتبها إما موجب في موجب إما سالب في سالب. غصبا عنه نحن اكتبها موجب في موجب لأن شرط الحد الأوسط موجب. عايزين عددين من جدول الضرب. أضروبهم يبقوا تمانية. وأجمعهم يبقوا ستة. عاوزين عددين نضروبهم يبقوا تمانية ونجمعهم يبقوا ستة. اللي هما التنين والأربعة. وتفريقش حاجة لو كتبناها أربعة واثنين. المثال اللي بعده سين تربيع ناقص 11 سين ناقص 12. السين تربيع خلاص سين في سين. باروح لإشارة الحد الأخير. اشارة الحد الأخير سلبة. يبقى موجب في سالب. عاوزين عددين نضروبهم يبقوا تناشر ونطرحهم يبقوا 11. عددين نضروبهم يبقوا 12. ونطرحهم يبقوا 11. اللي هما التناشر والواحد. ليه كتبنا التناشر مع السالب? لأن نقولنا دايماً الكبير بياخد إشارة الحد الأوسط. في ناس لما نجيب لها المسألة دي تطلق بقى تقول ايه سين صاد في النص وصاد قصتين انا بحل العادي شوفوا كده هنحل العادي السين تربيع خلاص عرفناها سين في سين بروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير موجب قلنا اللي دينا موجب يا إما موجب في موجب يا إما سالب في سالب هنكتبها على طول سالب في سالب ليه عشان إشارة الحد الأوسط سلبة وبعد كده أنا عايز عددين واحد يتكتب هنا واحد يتكتب هنا أضربهم يبقوا خمسة عددين أضربهم يبقوا خمسة واجمعهم يبقوا ستة إيه لعدين لنا أضربهم يبقوا خمسة ولو جمعناهم يبقوا ستة الخمسة والواحد أو الواحد والخمسة ما تفريكش وفي الآخر ما ننساش إن الصاد قصتين دي تبقى صاد في صاد صاد قصتين تبقى صاد في صاد والواحد ده للاختصار ممكن ما كتبهوش يعني الصدق الاتنين دي عبارة عن صد في صد ضيق رقم اربعة في الامثلة بتاعتنا لام تربيع زائد اربعة لام مين ناجس خمسة واربعين اللام تربيع خلاص دي بيجيت محفوظة لام في لام هروح لإشارة الحد الأخير إشارة الحد الأخير سلبة قلنا طالما إشارة الحد الأخير سلبة يبقى الإشارتين مختلفتين موجب في سالب عاوزين عددين نضربهم يجوا خمسة واربعين ونطراحهم يبقوا اربع عددين نضربهم يجوا خمسة واربعين ونطراحهم يبقوا اربعة اللي هي التسعة في الخمسة والكبيرة اللي هي التسعة تاخد إشارة الحد الأوصل يعني التسعة تبقى على العمومة على الموجب ومنساش ان الميم تربيع في الآخر تبقى ميم في ميم رقم خمسة بقى خلي بالكم من دين يا إبلي المقدار مش مترتب لازم الأول رتب يعني كاتبوا لهو 22 سين ناقص 75 زائد سين تربيع ده مش مترتب أنا لازم رتبه الأول أرتبه ازاي أرتبه على حسب القصص بتاعة السين حاجيب السين قصص 2 الأول وبعد كده 22 سين وبعد كده الـ 55 وخلي بالكم كل حاجة بإشارتها يعني السين قصص 2 موجب خلق حققتها موجبا 22 سين دي موجب بيجيت موجبا الـ 55 بالسالب بيجي بالسالب وحل العادي بعد كده اللي يدينا سين قصص 2 سين في سين اللي يدينا سالب وقلنا الإشارتين هتبقى مختلفتين موجبوا سالب موجب بسالب بسالب عاوزين عددين نضربهم يجوا 75 ونطراحهم يبقوا 22 في ناس تقول الأرقام الكبيرة مش بعرف أعملها بالراحة نعمل بالراحة يعني إيه أنا عاوز عددين أضربهم يجوا 75 أعمل إيه أجرب أجرب إزاي الـ 75 عبارة عن واحد في 75 واحد في 75 طب هل الواحد والـ 75 لما اطراحهم يبقوا 22 يبقى لا طب الـ 75 اتنين في كام حل جاءتنين في كسور ما تنفعش طب تلاتة في كامل 75 طبعا عشان عارفها تلاتة في كام أجسم الـ 75 على الـ 3 حل جاءتلاتة في 25 يعني الـ 75 تلاتة في 25 وعشرين ينفع دور آية فعلن الفرج بينهم 22 والكبير بياخد إشارة الحد الأوسط يعني الـ 25 تبقى مع الموجة رقم 6 رقم 6 جايب لي المسألة سين قس ثلاتة زائد 15 سين قس اتنين ناقص 34 سين واضح أني ممكن أنا هنا أاخد السين عامل مشترك يعني أنا هاخد السين الأول أاخد السين عامل مشترك ناخد السين عامل مشترك ليه ناخد السين عامل مشترك لأنها مكررة في الثلاث حدود موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا وقلنا بناخد العامل مشترك من الرموز بأصغر قس حتى نعرف اللي يفضل أكسم سين قس ثلاتة على السين فيها سين قس اتنين الخمسطاشر نزلت سين قس اتنين على السين فيها السين ناقص 34 سين على السين السين تروح مع السين تبدأ 34 السين اللي بره القوس زي ما هي بره القوس الكبير ده المقدار السلسلي ده أحلله اللي يدينا السين تربيع سين في سين أروح لإشارة الحد الأخير الشرط الحد الأخير سالم اللي يدنا سالب مجف سالب عاوزين عددين أضربهم يبقوا 34 واطرحهم يبقوا 15 العددين اللي أضربهم يبقوا 34 وثلاثين. واطرحهم يجوا خمستاشر. قلنا لو ارقام كبيرة ومش عارفها اجرب بالراحة. الاربعة وثلاثين عبارة عن واحد فاربعة وثلاثين. طيب دول لما اطرحهم الواحد والاربعة وثلاثين. يدوني خمستاشر. طبعا لا. اشوف اتنين في كام. افرض مش عارف اتنين في كام يديني اربعة وثلاثين. اكسم اربعة وثلاثين على التنين. اربعة وثلاثين على التنين في السبعتاشر. يبقى الاربعة وثلاثين دي عبارة عن اتنين في سبعتاشر. طب هل التنين والسبعتاشر لو طرحتهم يديني خمستاشر? ايوة. يبقى العدل اللي هستخدمهم انا التنين والسبعتاشر. بس الكبيرة تاخد اشارة الحد الاوسط. السبعتاشر بيجت مع الموجب. لان اشارة الحد الاوسط بتاعنا موجبة. طيب. سين قصة اربعة. زي ما قلنا. سين قصة اربعة دي هتبقى سين قصة اتنين في سين قصة اتنين. سين قصة اربعة دي هتبقى سين قصة اتنين في سين قصة اتنين. واللي يدينا سالب موجب في سالب. عاوزينا عاوزينا نضربهم بجوا واحد وعشرين ونطرحهم بجوا اربعة اللي هي سبعة وثلاثة. والكبيرة طبعا تاخد اشارة الحد الاوسط. هنا المسألة دي تلاتة سين قصة اتنين ناجس تلاتين سين زائد تلاتة سين. واضح اني ممكن ان ااخد التلاتة عامل مشترك. يعني التلاتة الاول تتاخد عامل مشترك. ليه التلاتة تتاخد عامل مشترك؟ لاني التلاتين تقبل عالتلاتة والتلاتة والستين تقبل عالتلاتة. لما ناخد التلاتة عامل مشترك. هيبضل سين قس اتنين. وتلاتين عالتلاتة فيها العشرة. وتلاتة وستين عالتلاتة فيها الواحد وعشرين. التلاتة زي ما هي برا القوس. والمقدار السلاسي ده حل العادي. اللي دينا سين قس اتنين. سين في سين. بروح لإشارة الحد الأخير موجب اللي دينا موجب يا إما موجب في موجب يا إما سالب في سالب كتبناها سالب في سالب لأن شرط الحد الأوسط سلبة عاوزين عددين نضربهم يبقوا واحد وعشرين ونجمحهم يبقوا عشرة اللي هما الثلاثة والسبعة المسألة دي رقم تسعة واضح أن ده محتاج أني أضرب السين محتاج أني أضرب السين جوه القوس الأول سين في سين بسين قوس اتنين وسين في خمسة بخمسة سين طبعا سين في سين بسين قوس اتنين ونجمس نزل أو سالب نزل وسين في خمسة بخمسة سين وسالب 14 زي ما هي بيجي مقدار سلاسة عادي يعني أول حاجة فكت الأقواص زي ما قلنا لو محتاج ترتيب أرتب محتاج أخذ العام المشترك أخذ العام المشترك محتاج اختصار أختصر فهنا أنا محتاج أني أفك الأقواص واختصر أعمل إيه بعد كده أحلل المقدار السلاسة عادي اللي يدينا سين قوس اتنين سين في سين اللي يدينا سالب موجب في سالب أنا عايز عددين أضربهم يوجو 14 وأطرحهم يوجو 5 عددين أضربهم يوجو 14 ولو طرحناهم يوجو 5 العددين اللي لو ضربناهم يوجو 14 وطرحهم يوجو 5 السبعة واثنين والكبيرة اللي هي السبعة تاخد إشارة الحد الأوسط حنشوف بالوقيت باجا تحليل المقدار السلاسي اللي على الصورة ألف سين تربيع زائد به سين زائد جين حيث ألف لا تساوي موجب أو سالب واحد يعني حيكون مع السين قسر 2 عدد هنا يكون 2 يكون 3 يكون 6 يكون 10 يكون أي عدد طيب تعال نشوف هذه مسألة 2 سين قسر 2 زائد 70 2 سين قسر 2 زائد 70 زائد 5 2 سين قسر 2 زائد 7 زائد 5 إزاي بحللها دي؟ فيه خمس طرق بنحلل بيهم المقدار السلاسي بتاع الحالة التانية ده اللي بيكون فيه معامل جدام السين قسر 2 وما님�فعش ياخده عام المشترك يعني التي دي ما تنفعش تاخل عام المشترك فيه خمس طرق احنا هنشوف طريقتين وانت حر في اختيار الطريقة اللي تناسبك انت حر في اختيار الطريقة اللي تناسبك أول طريقة طريقة المغص اللي يدينا خلي بالكم بعمل المغص اللي يدينا 2 قس 20 قس 2 حنكتبها 2 سين في سين واللي يدينا اتنين سين واثنين عبارة عن اتنين سين في سين واللي دينا الشرط الحد الأخير موجب اللي دينا موجب يا إما موجب في موجب وما سال في سلب لا دي غصبنا عننا هنكتبها موجب في موجب ما فيهاش تجريب هنكتبها موجب في موجب لأن الشرط الحد الأوسط موجب الخمسة بقى هنجرب يا إما أكتبها خمسة في واحد يا إما واحد في خمسة وبعد كده أشوف اللي عملناه صح ولا غلط يعني احنا حنشوف اللي عملناه صح ولا غلط ادي حنكتبها واحد في خمسة طب ازاي اعرف اللي عملناه صح ولا غلط اضرب التنين سين في الخمسة لما اضروبهم دول يدوني عشرة سين دول بموجة بعشرة سين دول لما اضروبهم يدوني موجة بعشرة سين طب والدول لما اضروبهم يدوني موجة بواحد سين هل موجة بعشرة سين وموجة بواحد سين يديني اللي في النص اللي هي السبعة سين دي لا يبقى ده ما نفعش نجرب تاني حسيب التنين سين والسين زي ما هم والاشارتين زي ما هم الموجب في موجب دي ما فيهاش تجريب موجب في موجب وحبدل الرقمين بدل ما واحد وخمسة حكتبها خمسة وواحد حكتب خمسة وواحد ازاي اعرف صح والغلط اضرب اتنين شايفين السهم ده اضرب التنين في الواحد اتنين سين في واحد يديني باتنين سين موجب اتنين سين ولما اضرب السين في الخمسة يديني موجب خمسة سين موجب اتنين سين وموجب خمسة سين فعلا يديني موجب سبعة سين يبقى دل صح المجس دل صح ده كان غلط دل صح بتاعي يعني الطريقة دي بتاعت المجاز بتعمل بنعمل بالتجريب بنجرب وبعد كده بعد ما اتأكد انه صح انجل للقصين يعني هوادي التنين سين زائد الخمسة وبعد كده سين زائد الواحد انا كده حليت مسألتي حليتها باستخدام المجاز وخلي بالكم كل ما المسألة يعني افرض مكان التنين دي كان فيه ستة كان التجريب حيكتر كنت حكت بالتنين دي الستة دي يا اما واحد في ستة يا اما ستة في واحد يا اما اتنين في تلاتة اما تلاتة في اتنين يعني بنجرب كل ما الاعداد كبرت التجريب بيكبر طب بنشوف مسألة تانية باستخدام المجاز كده ادي تلاتة سين تربيع ناقص حداشر سين ناقص اربعة تلاتة سين تربيع ناقص حداشر سين ناقص اربعة ازاي نعملها دي ازاي نعملها دي بالمجاص هنعمل المجاص اللي يدينا تلاتة سين تربيع تلاتة سين في سين الارب اللي يدينا سالب اشارة الحديد الاخير سالب هنكتبها موجب في سالب الاربعة دي الاربعة دي يا اما اكتبها واحد في اربعة يا اما اكتبها اربعة في واحد يا اما اكتبها تنين في اتنين أنا بجرب حكتبها اتنين في اتنين نشوف دول بستة سين ودول باتنين سين هل ستة سين واتنين سين لما نطرحهم يدين 11 سين طبعا غلط ما ينفعش التجرب ده نروح نعمل قصتة مجس تاني حنكتب التلاتة سين والسين وحقل الموجب والسالم وابدل بدال اتنين في اتنين اكتبها اربعة في واحد نشوف دول مع بعض دول مع بعض بتلاتة سين ودول مع بعض باربعة سين هل تلاتة سين واربعة سين تلاتة سين واربعة سين الفرج بينهم يجو 11 طبعا لا دي بجديلة نشوفه التالت هنكتب تلاتة سين وسين وهخلي الموجب والسالم وبدال ما اربعة في واحد هخليها واحد واربعة انا دلوقتي هدرب تلاتة سين فاربعة دول باثناشر سين دول باثناشر سين وواحد في سين طبعا دول باثناشر سين بالسالب تلاتة سين فاربعة باثناشر سين اشارة سالب تلاتة سين فاربعة باثناشر سين وواحد في سين يديني سين هي اتناشر سين والواحد سين فعلا الفرج بينهم 11 والاشارات مزبوطة معايا كمان الاشارات مزبوطة معايا يبقى ده الحل الصح بتاعي لان دول موجب اتناشر دول سالب اتناشر سين دول سالب اتناشر سين وموجب واحد سين سالب اتناشر سين وموجب واحد سين يدينا سالب حداشر سين دول ده المقص بتاعي اللي صح انجل بجا للأقواس بتاعتي تلاتة سين زائد واحد وسين ناجس أربعة في طريقة تانية مش بنجرف فيها وخلي بالكم من الطريقة التانية لأنها طريقة جميلة وسهلة جدا مش بنجرف فيها نشوفوا الطريقة التانية بقى كده خلي بالكم بقى الطريقة التانية أنا هعملها زي الحالة الأولى هحول المقدار السلاسي ده اللي هو من الحالة التانية فيه معامل جدام السين قصة اتنين ده هحولوا زي الحالة الأولى وحللها بالضبط زي الحالة الأولى نشوف هنعمل ايه آدي ضربنا التنين في الخمسة أول حاجة بضرب معامل سين قصة اتنين في الحد الخالي من الرموز ده الحد المطلق ده اللي هو الخمسة اتنين في خمسة بعشرة بيجي تسين قصة اتنين زائد سبعة سين زائد عشرة بيجي تسين قصة اتنين زائد سبعة سين زائد عشرة بيجي تسين قصة اتنين زائد سبعة سين زائد عشرة. جات من في العشرة ضربنا التنين في الخمسة. وبعدين احلل. ازاي احلل؟ احلل عاد زي ما اخدنا من شوية. السين قس الاتنين هنكتبها سين في سين. اروح لإشارة الحد الأخير. اشارة الحد الأخير موجب. اللي ديني موجب. يا إما موجب في موجب. يا إما سالب في سالب. هكتبها موجب في موجب لأن إشارة الحد الأوسط موجب. بعد كده انا عايز عددين. اضربهم يبقوا عشرة. عاوزين عددين. نضربهم يبقوا عشرة. ونجمحهم يبقوا سبعة. خلي بالكم. انا عايز عددين نضربهم يبقوا عشرة. ونجمحهم يبقوا سبعة. اللي هما التنين والخمسة. بس انا مش حكت بالتنين والخمسة على اقول هنا. اعمل ايه؟ خلي بالكم الحد الأخيرة دي. ازاي اعمل؟ خلي بالكم. اكسم على معامل سين تربيع. يعني اتنين على التنين فيها الكام فيها الواحد يبقى نكتب له واحد هنا وخمسة على التنين خمسة على التنين ما تكبلش الجسمة لو جسامنا خمسة على التنين ما تكبلش الجسمة اروح اعمل ايه اكتب الخمسة في البسط والتنين احطها مع السين يعني خمسة على التنين ما تكبلش الجسمة لو لجيتها ما تكبلش الجسمة اللي في البسط احطه بعد الاشارة واللي في المقام اللي والتنين هنا احطه معامل للسين. اللي مفهمش نشوف مسال تاني نفهم مني. ايه دي المسألة دي. اول حاجة اعملها انا اضرب التلاتة معامل السين قصة اتنين في الاربعة. تلاتة فاربعة بكام? باثناشر. يبقى المسألة هتتحول سين تربيع ناقص حداشر. سين ناقص اتناشر. واعمله في الهامش. الكلام اللي بعمله ده اعمله في الهامش. وبعد ما حل احطه في القصين بتاعي. يعني انا بعمل الكلام بتاعي ده في الهامش. وبعد ما اخلص احطه في القصين بتاعوتي. نحل ازاي بقى? السين تربيع دي عبارة عن سين في سين. اروح لاشارة الحد الاخير. اشارة الحد الاخير ايه? سالب. اللي ادينا سالب موجب في سالب. عاوزين عددين نضربهم يوجد اتناشر ونطرحهم يبقوا احداشر. عاوزين عددين نضربهم يوجد اتناشر. ولو طرحناهم يبقوا احداشر. تمام? اتناشر والواحد. طبعا والكبير اللي هي اتناشر. المفروض بتاخد اشارة الحد الاوسط. بس انا مش حكتب الرقمين دول الواحد والتناشر زي ما هم من كده. اما اللي بعمل ايه? قلنا بنكسم. اكسم على ايه? معامل سين قصة اتنين. حكسم واحد على تلاتة. واحد على تلاتة ما تجبالش الجسمة. يبقى الواحد هخليه مع الاشارة. والمقام اللي هو التلاتة هخليه مع السين. طيب. حكسم التناشر برضي على معامل سين تربية. اتناشر على التلاتة فيها الكام فيها الاربعة. مثال تالت. اول حاجة خلاصة تعلمنا. حضره بمعامل سين قصة اتنين. في حد المطلق. يبقى تلاتة في سبعة يبقى بواحد وعشرين. هادي بيجي تسين قصة اتنين. ناقص عشرة سين زائد واحد وعشرين. وحل العادي. اللي يدينا سين قصة اتنين. سين في سين. اللي يدينا موجب برحل اشارة الحد الاخير. اشارة الحد الاخير موجب. اللي يدينا موجب. يا اما موجب في موجب. يا اما سالب في سالب. انا حكتبها سالب في سالب. ليه? عشان اشارة لحد الاوسط سالب. سالب في سالب. عاوزين عددين نضروبهم يبقوا واحد وعشرين. ونجمعهم يبقوا عشرة. ايه العددين اللي نضروبهم يبقوا واحد وعشرين ونجمعهم يبقوا عشرة? اللي هما التلاتة والسبعة. طب اكتب العددين هما نعطوا ثلاثة وسبعة هنا لا. قلنا نكسم في الاخرى على معامل سين قص يعني ثلاثة على الثلاثة فيها الواحد وسبعة على ثلاثة ما تكبلش الجسمة سبعة على ثلاثة ما تكبلش الجسمة يبقى أكتب السبعة هنا والثلاثة مع السين وانت حر في اختيار الطريقة اللي تناسبك طيب تعالوا نشوف مع بعض بجا فهمتوا ايه انتوا منينا نحاول نشوف الناس كده تحاول تحل اول واحدة بيقول لي اكمل ما يأتي اذا كان المقدار سين تربيع زائد كاف سين زائد اثنين قابلا للتحليل اذا كان المقدار ده بيتحلل كاف تبجب كام وعايز كاف ده ينتمي لصاد يعني كاف من تبع الاعداد الصحيحة كاف عدد صحيح عايزين نعرف الكاف تبجى بكام حديكم فرصة كده حاولوا تحلوا معاز بيقول اجابة معاز بيقول تلاتة وسيمون بتقول تلاتة ومعاز تلاتة واحد بيسأل هو ممكن نعملها على القالة ولا ممكن طبعا نعملها على القالة طيب نشوف الاجابات بتاعتنا هادي محمد يوسف بيقول اتنين وثلاتة ومحمد كاتب برضي تلاتة انا عايز عددين اضربهم يبجوا اتنين انا عايز عددين اضربهم يبجوا اتنين واجمحهم يبجوا الكاف دي العددين اللي حاصل ضربهم اتنين العددين اللي حاصل ضربهم اتنين مفيش غير واحد في اتنين العددين اللي حاصل ضربهم اتنين مفيش غير واحد واتنين نجمحهم يبجوا كام يبجوا تلاتة بس ينفع تلاتة وينفع سالب تلاتة ينفع تلاتة وينفع سالب تلاتة واحد يقول لي ده كاتب كاف بالموجب لا هو الكاف دي ممكن تبقى بالموجب بيقول لي كاف تنتمل صالب فممكن تبقى بالموجب وممكن تبقى بالسالب ممكن كاف تبقى بالموجب وممكن كاف تبقى بالسالب طيب اللي بعد كده إذا كان المقدار سين تربيع زائد 3 سين زائد كاف قابلا للتحليل فإن كاف بتساوي وبيقول لي كاف تنتمل طه المرة دي كاف تنتمل طه يعني ما نفعش فيها موجب وسالب كاف تنتمل طه عاوزين الكاف سين تربيع زائد ثلاثة سين زائد كاف وكاف تنتمي我在 عايز عاددين مجموصهم يبقوا ثلاثة عددين مجموصهم يبقوا ثلاثة ايه لعددين اللي لو جمعناهم يبقوا ثلاثة وخلي بالكم بيقولي تنتمي لطه يعني ما نفعش كسور إيه لعدل مجموحهم يجوا ثلاثة الواحد والتنين ما فيش غير الواحد والتنين يبقى الكاف فعلا زي ما انتو قلته بتساوي اثنين لان واحد في اثنين بتساوي اثنين طب نشوف التالتة إذا كان المقدار سين تربيع ناقص كاف سين زائد تسعة وعشرين قابلا للتحليل فإن كاف تساوي فإن كاف تساوي نجد أو نجد إذا كان المقدار ده قابلا للتحليل كاف تساوي كام أو كام يلا كده سين تربيع ناقص كاف سين زائد تسعة وعشرين أسماء جالة تلاتين أو سالب تلاتين أستنى الناس اللي بتفكر طيب هذه أحمد كاتب تلاتين سيمون كاتب تلاتين محمد خالد فوزي تلاتين وسالب تلاتين أحمد تامر تلاتين وسالب تلاتين جانا واقل محمود بتقول تلاتين أو سالب تلاتين نشوف مع بعض نشوف مع بعض أنا عايز عددين أضربوا موجود تسعة وعشرين وأجمحهم يبقوا كام إيه العددين اللي أضربوا موجود تسعة وعشرين ما فيش غير تسعة وعشرين في واحد ما فيش غير تسعة وعشرين في واحد خلاص التسعة وعشرين وواحد لما نجمحهم يبقوا كام يبقوا تلاتين وهو بيقول لي كاف تنتمي الصاد يعني ينفع معايا الموجب وينفع معايا السالب الناس ممتازة اللي كتبت تلاتين أو سالب تلاتين كل اللي جاوب ممتاز دايما اللي بيحاول ده بيجي إنسان ممتاز نشوف الرابعة مجموعة قيم ألف التي تجعل المقدار سين تربيع زائد ألف سين ناقص خمستاشر قابلا للتحليل مجموعة قيم ألف التي تجعل المقدار سين تربيع زائد ألف سين ناقص خمستاشر قابلا للتحليل مين اللي بيخلي الكلام ده قابلا للتحليل خلي بالكم وبيقول لي ألف تنتمي الصاد ألف تنتمي لصاد عاوزين القيم التاعة ألف اللي تجعل المقدار ده قابلا للتحليل وعمل لي أربع قيم عاوز أربع قيم أربع قيم أسماء اتنين وسلب اتنين واربع داشر واربع داشر واربع داشر وسلب اربع داشر أحمد تامر سلب ثلاثة وخمسة واحد وسلب خمسداشر نستنى الباج الناس اللي بتفكر معاز ثلاثة وخمسة وواحد وخمستاشر ثلاثة وخمسة وواحد وخمستاشر جنوائل واحد وخمستاشر وثلاثة وخمسة نشوف مع بعض إحنا أنا عايز عددين أضربهم يوجو خمستاشر وأطرحهم أنا عايز عددين أضربهم يوجو خمستاشر وأطرحهم يبقوا الألف دي هو العددين اللي اضربهم بيجوا خمستاشر كم في كم يا واحد في خمستاشر يا تلاتة في خمسة يا واحد في خمستاشر يا اما تلاتة في خمسة لكن انا عايز اطرحهم انا عايز اطرحهم يبقوا كم انا عايز عددين اضربهم بيجوا خمستاشر واطرحهم يبقوا كم انا عايز العدد اللي هنا ده اطرحهم يبقوا كم يعني الخمسة والتلاتة اما اطرحهم يبقوا كم يبقوا اتنين او ممكن يبقوا سالب اتنين والخمستاشر والواحد لما نطراحهم يبقوا كام يبقوا اربعتاشر او سالب اربعتاشر يبقى الاجابة الناس اللي جاوبت صح اتنين وسالب اتنين او اربعتاشر وسالب اربعتاشر طيب انا حسيب لكم عشان الوقت الحصة انتهى حسيب لكم الباقي ده واجب وفي درسنا بتاع المرة اللي جاية لما ناخد حصتنا بتاع المرة اللي جاية نعرض الكلام ده ونشوف مين اللي حله صح يعني رقم خمسة رقم خمسة وستة وسبعة وثمانية الترتيب مش مزبوط هنا ده واجب خلاص ونشوفه المرة الجاية ومع هحط لكم في الشات دلوقتي رابط رابط لايه لتدريب الكتروني يعني عبارة عن حاجة الكترونية هتعرف درجتك بمجرد ما تجاوب اختبار الكتروني هحطه لكم انا في الشات دي في الشات عنديكم هنحل الاختبار ده هتظهر الدرجة بتاعتك مباشرة على طول اختبار الكتروني واذا انت استصعب عليك حاجة او حاجة ما فهمتهاش حاجة ما فهمتهاش اسألني عليها المرة الجاية نشوفها مع بعض شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم خالي السيد عبد الرحيم معلم كبير ياضيات بالأقصر دمتم في رعاية الله